لمزيد من المتابع ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية رامي بعد التحية ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى نشر حاملة طائرات USS Roosevelt في منطقة عمليات الأسطول الخامس مرحبا رغدا فيما يخص حاملة الطائرات الأمريكية USS Roosevelt فهي موجودة منذ الثاني عشر من يوليو الماضي تحسبا لأي حالات من التوتر التي تحدث في المنطقة يعني مع ذلك التاريخ إذا كنا نتذكر بدأت التوترات حول الخط الأزرق ما بين إسرائيل ولبنان بدأت في الاندلاع بدأ هناك يعني ضربات وضربات مضادة من جانب إسرائيل ومن جانب حزب الله لذلك حاملة الطائرات USS Roosevelt تحركت إلى مضيق هرمز لتكون قريبة من هذه المنطقة وقريبة من إيران أيضا إيران التي يعني تدعم حزب الله اللبناني بحسب الولايات المتحدة هي أيضا تريد أن تضمن ألا تشارك إيران وتدخل على خط هذه المواجهات اليوم نحن أمام تطور مختلف أمام أوامر من وزارة الدفاع الأمريكية بأنها سترسل المزيد من المقاتلات المزيد من المدمرات والسفن الأمريكية ستنشر عدد من الدفاعات الأرضية يبدو أن المعلومات الاستخباراتية التي بدأت يعني أو الإشارات التي بدأت ترد إلى المجتمع الاستخباراتي الأمريكي منذ يوم الأربعاء الماضي يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها الآن وتخرج إلى العالم بأن هناك هجوم إيراني وشيك كل هذه القدرات وكل هذا الدعم في تلك المنطقة أولا لدعم إسرائيل في صد أي هجوم إيراني وأيضا لدعم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة أصلا لصد أي هجوم عليها سواء كان من جانب إيران أو من جانب وكلائها هذه التحركات الأمريكية تتماشى أيضا مع ما تعهد به أمس في مكالمة هاتفية الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامينا تنياهو بأن الولايات المتحدة تتعهد وتلتزم بأمن إسرائيل والدفاع عنها إذا ما تعرضت لهجوم من إيران وكلائها وهو أيضا يتماشى مع تصريحات سابقة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنفس المفهوم يعني لمزيد أيضا من التوضيح رامي يعني ما هي الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات الصاروخية البرية في منطقة الشرق الأوسط ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمته أمس مع بنيمينا تنياهو كان تعزيز القدرات الصاروخية والدفاعية الإسرائيلية من خلال دفاعات أمريكية جديدة أي أنها يعني هناك أكثر من طريقة في الحقيقة تستعملها الولايات المتحدة في ذلك الولايات المتحدة لا يزال لديها قواعد في العراق وفي سوريا هي تستطيع أن تنشر هذه الدفاعات الأرضية هناك لصد أي هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيارة قد تأتي من جانب إيران أو قد تأتي من جانب لبنان عن طريق حزب الله أو تأتي من منطقة البحر الأحمر عن طريق الحثيين أو حتى من الجماعات العراقية المولية لإيران يعني هذه الطريقة هي تستطيع أيضا أن تشارك بعض الدفاعات لدعم القبة الحديدية الإسرائيلية والتي يعني صممت لصد أي هجمات بالصواريخ أو بالمسيارات يمكن أن تأتي من أي مكان محيط بإسرائيل هذا بالإضافة إلى تمركزات السفن والمدمرات الأمريكية على ساحل شرق البحر المتوسط بالقرب من السواحل الإسرائيلية والسواحل اللبنانية لأيضا تراقب الوضع هناك تستطيع أيضا أن تشارك في التصدي لبعض الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيارة بالإضافة إلى أسراب الطائرات المقاتلة والتي ستأتي أيضا مع حاملات الطائرات وستكون جاهزة للتحرك في حالة الحاجة إليها فقط للتنويه كل هذه القدرات التي نشرتها الولايات المتحدة هي قدرات دفاعية أي أن الهدف منها فقط هو الدفاع عن إسرائيل وليس القيام بأي هجمات حتى هذه اللحظة طيب رامي لكن كيف يتم تنصيق نشر القوات الأمريكية الإضافية مع الحلفاء والشركاء في المنطقة؟ الولايات المتحدة بما أنها ستنشر قوات سيكون لديها طائرات تحلق في الأجواء يجب أن تخطر الدول الحليفة والشريكة بأن لديها طائرات ستتحرك في هذه المسارات وفي هذه المناطق في ذلك الوقت لأنه في النهاية كل دولة لديها مجال جوي يجب أن تحفظه من خلال دفاعاتها الأرضية وعندما يدخل إليه أي جسم غريب فإنها تبدأ بالتحرك فورا لذلك الولايات المتحدة وهذه عملية طبعا عسكرية اتصالاتية معقدة تتم ما بين الولايات المتحدة أو بمعنى أصح يعني ما بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارات الدفاع الأخرى في الدول الحليفة والشريكة بأن الولايات المتحدة سيكون لديها قوات في تلك المنطقة إما على الأقل يعني أن حتى لا تتصدى لها عن طريق الخطأ قوات تلك الدول الحليفة والشريكة أو تقدم لها العون والمساعدة في أحيان أخرى عندما تطلب الولايات المتحدة ذلك هي عملية تنسيق في الحقيقة ضرورية جدا يعني لا تحصل حتى يعني تحصل حتى بين القوات المتنافسة أو القوات التي يكون ما بينها نوع من المنافسة أو العداء يعني نتذكر في سوريا منذ فترة كانت القوات الأمريكية تنسق مع القوات الروسية الطلاعات الجوية في الأجواء السورية حتى لا يحدث اشتباك غير مرغوب فيه ما بين القوات الروسية أو الطيران الروسي والطيران الأمريكي يعني ظلت هذه الأمور لفترة وكانت أحيانا تحدث بعض الأخطاء بالتأكيد ولكن الولايات المتحدة تريد أن تنسق ما يحدث الآن بالكامل مع كل الدول الشريكة والحلفاء في المنطقة حتى لا تحدث عملية تصدي بالخطأ للقوات الأمريكية لأنه أيضا لا أحد يعلم على وجه التحديد ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة صحيح أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من واشنطن رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية